قصة أبي جايل وداود ونابال لما داود طلب من نابال إنه يبعث له بعض من الحاجات اللي بيبعها فرد نابال قال من هو داود؟ ومن هو ابن يسة؟ قد قصر اليوم العبيد الذين يهربون كل واحد من أمام سيده فداود استشاط غضباً من هذا الرد لما أبي جايل لما راحت لداود قالت له إيه؟ يقول الكتاب المقدس ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الزم ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك شوف دا قال إيه؟ ودي قالت إيه؟ وكان رد الفعل عند داود بكلام نابال الصعب إيه؟ ورد الفعل عند داود بكلام أبي جايل اللي كله تضعه حكمة إيه؟ من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه قديس العظيم الأنبى أرسنيوس معلم أولاد الملوك قال إيه؟ كثيراً ما تكلمت وندمت وأما عن السكوت فما ندمت قط كثيراً ما تكلمت وندمت وأما عن السكوت فما ندمت قط ذهب راهب أحبائي إلى شيخ في البرية قال له اللي قد أغلقت باب قلاية ذماناً يسيراً ولكن الخروب والأفكار لم تتركني فقال له لا تغلق الباب الخشبي فحزب بل بالحري اغلق باب لسانك من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه قديس العظيم يحنى زهبي الفم ليه مقالة كبيرة عن اللسان والسكوت هقول مقتطفات بس منها بيقول لقد أحاط الله اللسان بحائط مزدوان بحاجز من الأسنان وصور من الشفتين حتى لا ننطق بسهولة ونسرع بكلمات لا يجوز النطق بها بعم بيقول أن السكوت هو نمو عظيم للإنسان ونياح لنفسه السكوت هو كمال الفلسفة فمن يعيش بالسكوت فإنه يستطيع أن يتمسك بجميع الحسنات الأخرى والملاذم للسكوت بمعرفة فقد ختم بخاتم المسيح والحافظ إياه بلا شك يارس ملكوت السموات